أنا ليس لدي معلومات ولكن الأمور مبشرة بعد تولي سمو الشيخ أحمد النواف لرئاسة الوزراء وبإذن الله ينصف الدكتور بدر الدهوم ويشارك في الانتخابات الغادمة بإذن الله والله هي مو يعني اجتماع يعني مثل ما تسمى اجتماع ولكن حنا حق بدر الدهوم علينا كأحد أبنائنا يعني أبناء غبيتنا وأبناء الكويت يعني وأي شخص يعني يظلم مثل بدر الدهوم حنا مستعدين نوقف معه وانظروا الآن اللي تسبب في صغاط عضوية بدر الدهوم وين هم الحين بدر الدهوم قد يعود ولكن هم هل يعودون ما أعتقد أنهم يعودون ما في يعني أي اجتماع هو رجل يعني جاءنا من باب الشكر وحنا هذا لا شكر على واجب حنا وقفنا بدر الدهوم مو عشان عازمي أو عشان شخص بدر الدهوم حنا وقفنا معه لأنه ظلم وحنا ما نقبل في الظلم يعني لم تمارس ما حصل بدر الدهوم يعني حصل يعني المفوض يحصل مع الناس في ناس قبله المفوض يحصل معهم الشيئ هذا ما حصل قالوا المجلس سيد غراراته وصوتوا على عدم إصغاط عضوية أحد النواب ولكن مع بدر الدهوم للأسف اكتمل النصاب من بعض النواب اللي انتمنى ان شاء الله انهم ما يعدون في الانتخابات هذه وهم سبب يعني صغاط عضويته بالتواطئ يعني مع اللي يسوي الشغلة هذه والكل يعني شايف الله مر واضح ما يحتاج كثروا الكلام فيه نعم اكيد واحلى تأثير اي شخص خذل او اي ناب خذل الامة لن يعود وبالنسبة للنواب الذين وقفوا مع الشعب ووقفوا مع الامة باذن الله سوف ينجحون وسيحصلون المراكز الاولى هذه اكيد والله انتوقع ان المشهد الغادم انه يبشر بالخير وانه راح تطلع مخرجات باذن الله تلبي طموحات الناخبين الاداد متوقعة لا تغل عن الاعداد السابقة راح تكون من ست نواب واكثر باذن الله بعموم الكويت الدائرة الخامسة بيخرجون منها لا يقل عن ثلاثة وانا متوقع ما بين اربعة الى خمسة بس لا راح كنون اقل من ثلاثة مستحيل اهم الغبيلة منظمة الصنت الغائيا وبالنسبة للفرعيات هل الفرعيات السابقة ناجحة انا اعتقد انها غير ناجحة يعني انت التخابات اللي فاتت يعني اخرجت الفرعيات اربع اشخاص اثنين منهم لم يحالفهم الحظ للوصول والناس اللي انزلوا الانتخابات العامة حصدوا المراكز الاولى على مستوى الكويت يعني هذا اكبر دليل انا بالنسبة لي ما جهز نفس الشيء قادم ولا فكرت في يوم الايام بخوض الانتخابات نهائيا فحن الشيء اللي علمنا والدنا ان دائما نكون في صف رابعنا واننا نحقق مصالحهم ولا نشاركهم المصلحة ذاتها اللي همنا ان نوصل ابنائنا لما يطمحون اليه من غير مشاركتهم بهذه المصلحة هذا الشيء اللي حنا جبلنا عليه وهذا الشيء اللي اعتدنا يعني من ابائنا واجدادنا ان نحنا نخدم اصحابنا ولا نشاركهم المصلحة نفسها انا اتمنى ان ننتهي منا بسرة وقت وهذا الملف مو مجال للتكسب واتمنى يعني العفو عن جميع اصحاب الرائي والسجناء السياسيين والمهجرين حنا في الكويت عفينا واصلحنا مع دول ووقفت ضدنا في الغزو فهل نعجز عن المصالحة مع ابنائنا اللي كانوا صادقين وكانوا بارونين ولو اخطوا يعني نقبل اعتذارهم ونسامحهم وان شاء الله انهم يرجعون الى جادة الصواب من اخطأ منهم طبعا ومن لم يخطئ نقول له اهلا وسهلا انتمنى يعني حنا نتوقع المرحلة الغادمة مرحلة مزيد من التغدم والازدهار بعد تولي سمو الشيخ احمد النواف راسة الوزراء فلاحظنا خلال ايام قليلة كثير من المشاكل حلت وكثير من المشاكل يعني بدأ تتزول وبدأ تطبيق الغانون وتم يعني تبديل بعض الغيادات اللي يعني اكتمت على انفاس الكويتين سنوات طويلة وبدأ الغطار يمشي على السكة والكويت بلد مؤسسات ومغوماتها كلها متينة اسسوها جدادنا الاوائل وبإذن الله حتستمر بالشيء هذا والكل متفائل وانتمنى يعني السمو الأمير وسمو العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ان الله يمدهم بالصحة والعافية ومزيد للكويت والتغدم والازدهار بالنسبة للمراسيم بغانون هذه يعني سلطة سمو الأمير نعم انا وايد في بعض الأمور ومنها التصويت في البطاغة المدنية خاصة انه يعني حنا عانينا سنوات طويلة من سبب يعني بسبب يعني نقل الأصوات وانه تدخل بعض الأشخاص او بعض الأطراف اللي خارج الدائرة باختراع تبناء الدائرة وهم ليسوا من الدائرة وهذه تعانيها جميع دوار الكويت وحنا نعاني منها